فكل ما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإياكم وإياه فإنها بدعة وظلالة ومن أسباب انتشار الشبهات وظهورها جهل الناس بأحكام الشريعة وإعراضهم عن طلب العلم على العلماء وطلبة العلم من أهل السنة والجماعة وللأسف مع إقبالهم على القصاصين والوعاظ ومفسر الأحلام ممن لا علم لهم فيسألونهم فيفتوهم بالضلال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماء تخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا وبسبب القصص وانتشار القصاص إن دس كثير من أصحاب الفكر المنحرف في صفوفهم حتى أقبل الناس عليهم فصاروا يدسون السم في العسل فلما تمكنوا من قلوب الناس وعقولهم ووقعت الفتن أظهروا عقائدهم الفاسدة وتكلموا بمقالاتهم المخالفة فأثروا في فكر كثير من الناس قال البربهاري رحمه الله مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون ومما سحل ظهورهم في زماننا وبكثرة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرتهم في صورة المعتدلين الوسطيين وهم أهل إفراط وانحراف أخواني المشاهدين أما أهل السنة والجماعة فينقادون لنصوص الشريعة ويعظمونها ويردون ما أشكل عليهم منها إلى المحكمات الواضحات وإلى سؤال أهل العلم الراسخين قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وأما أهل الزيغ والانحراف فلهم موقف آخر مع النص الشرعي وإن كانوا في الظاهر متمسكين وقائلين به فيغتر بهم العامة حيث جعلوا النص الشرعي تابعا لهم ولآرائهم وأهوائهم فإذا جاء النص موافقا لما معهم ذكروه اعتضادا لا اعتمادا وإذا خالف النص ما هم عليه حرفوا معناه بمعاول التأويل فقد ذم الله هذا المسلك فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عن ما تعملون وفي وصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابنه إذ قذله ولا تكن ممن يقبله أي النص الشرعي إذا وافق هواه ويدعه إذا خالف هواه فإذا أنت لم تؤجر فيما قبلت منه لم تنج من الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك وبسبب اتباع أهل الزيغي لأهوائهم وقصدهم السيء في فتنة الناس عن دينهم عمدوا إلى قواعد وتأصيلات فاسدة ونسبوها إلى الدين قال النخعي رحمه الله في وصف حالهم دققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الحق وما خالفه باطل ثم حرفوا الاستدلال بالنصوص الشرعية لتوافق ما قرروه وقعدوه للناس قال ابن تيمية رحمه الله في بيان طريقتهم وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم وهذا مسلك سوء وبدعة قال وكيع ابن الجراح رحمه الله من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة ومن طريقة أهل الزيق الذين يتبعون المتشابه كتمانهم للنصوص المحكمات التي تبين فساد أقوالهم قال ابن تيمية رحمه الله في وصف حالهم فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك كما قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعاد العباد بسنده أن جهما قرأ في المصحف فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرس استوى وجهم ينكر الاستوى فقال والله لو قدرت لحككتها من المصحف ولكنهم لا يستطيعون وما لا يستطيعون كتمه وإخفاءه فإما أن يضعف إسناده قل هذا حالي ضعيف أو يحرفوا معناه بما يخدم عقائدهم المنحرفة أخواني المشاهدين إن سبيل النجاة من مهالك الشبهات والشهوات يكون باللجوء إلى الله تعالى وبسؤاله الهداية ولذلك شرع الله للعبد أن يسأله الهداية في اليوم والليلة أكثر من سبع عشرة مرة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا الأمر الأول ثم بسلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه لضوان الله عليهم وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ثم بلزوم العلماء وطلبت العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس العقيدة الصحيحة ويربونهم على تعظيم النصوص واتباعها مع الحذر من الاستماع لأهل الزيغ والانحراف ولو كانوا يبكون الناس بكلامهم ويخشعون القلوب بأقوالهم فإن عاقبة اتباعهم وخيمة مع الإعراض عن الشبهات والاستماع لها فإن الأمر خطير قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ومما ينجي العبد من الشبهات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور الشبهات فلما قال حذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قالهم من جلدتنا ويتكلمون بأرسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ بأصل شجرة حتى يجركك الموت وأنت على ذلك فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وفيها منهج نجاح ثم علينا أن نهتم بغرس هذه القيم في أبنائنا وأسرنا لنقيهم بإذن الله تعالى من شر الشبهات والشهوات ويسلم في الدنيا والآخرة أخواني المشاهدين ولا ينجينا من ذلك كل إلا بالعلم المبني على الإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا ثم على اقتفاء هدي الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم ثانيا فإنهم كانوا على طريق مستقيم وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم على اقتفاء أثرهم واتباع مسلكهم فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بفهم الصحابة والتابعين نجا من هذه الأمور أسأل الله العظيم رب العاشر العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك ترجمة نانسي قنقر